أول تراند معنا النهاردة هيكون من حفلة توزيع جواز الأوسكار لسنة 2022 الحفلة حصل فيها وقاعة غريبة جدا ونقدر نقول إنها الأولى من نوعها وده لما قام الممثل كريس روك أثناء تقديمه الحفلة بإلقاء دعاية بفيها تنمر على جيدة زوجة الممثل العالمي ويل سميث قال فيها إنه بينتظر مشاهدتها في جزء جديد من فيلم جي آي جين واللي بيتناول قصة سيدة بتحلق رأسها بعد انضمامها البحرية الأمريكية وهو الفيلم اللي لعبت بطولته ديميمور وده لإن جيدة ظهرت في الحفلة وهي حلقة شعرها بالكامل وطبعا الكلام ما عجبش ويل واللي قام وضرب كريس روك وسط زهول كل الحضور ولما رجع سميث لمكانه وزع في روك وقال له خلي اسم مراتي بعيدا عن فمك وبعيدا عن الخناء اللي حصلت الحفلة شهد فوز ويل سميث بأول أسكر في حياته فيلم كينج ريتشارد وامويل سميث بتوجيه الاعتزال الأكاديمية عن قيامه بدرب كريس روك على المصر